صباح الخير وكل عام وأنتو بألف خير ينعد عليكم بالصحة والعافية معايدات الناس وأمنياتهم لهذا العيد رح نكون معاكم ضمن هذا التقرير من مدينة رمالله وأهل رمالله معايدات الناس وأمور الإسلامية في العيد الماضي من عمامي وخوالي كلها تحكي لك محدودة 400-500 دينار بكرامهم بخير وإن شاء الله تنعاد عليهم الإسلامية والعربية بخير وإن شاء الله يا رب نعم السلام هل ساتك تاخد عدية؟ أه قديش أكتر مرة جمعت فيها عدية؟ والله قبل سنة تقريباً بالعيد الأطفاء بطب ولسه بتشتري أوائه عيد؟ أه طبعاً اسمي نور نور شتريت أوائه للعيد؟ اه ايش تشتريت؟ حكيلي بالزبط اشتريت أبرهول وبلستان وبلطلونين مبسوط عليهم حلوين؟ حلوين أواعي هذا العيد؟ اه كتير حلوين طيب ايش تحبي تحكي للناس بمناسبة عيد الأطفاء؟ كل عام انتوا بخير طيب وفي عنا كمان سؤال صغير لسه عم ببعثوك عيدية بالبيت وقديش مثلاً بتكون عيديتك؟ اه غلبياً أربين اه أربعمية شيك واو كل عام انتوا بخير ومشاء الله صنتي جاي في دولة فلسطينية مستكلاً كيف تتذكر العيد زمان؟ كيف كانت أجوائي العيد وأنت طفل؟ شو اللي تغير لهلأ؟ هو شغلات كثير يتغيرها كنا نمسك الفروت التقيع هذا بيحكوه وكانت جمعة ونلحق بعض ونرش عبعض نجيب بلالين مية انت تعرفين من دولة ونشوط بعض وحسي جو حلو متى آخر مرة أخذت عيدية انت بتتذكر؟ أنا أصغر أصغر عيدية أجاسيدة أعطانا ثلاثة شكل وحكي لنا كسموها أخوتك وطلع أخوتك خمسة مش عارف كيف تكسمها والله يسامحك كل عام انت بألف خير انت بألف خير بسنة عاد الخليل من الأردن عمان بحب عيد على أهلي بالأردن بعمان أبوي وأمي وباقي أهلي وعلى دار سيدي هون بفلسطين وكل عام هم بخير أكيد كل أهلنا بفلسطين يا رب عم السلام على بلادنا شكرا إليك نتمنى يكون عيدك سعيد هون بفلسطين نعيد عليكم كمان مرة إن شاء الله كل عام وانتوا بألف خير ومنرجع لستوديوهات دنيا يا دنيا كنت معاكم من مدينة رامالله منار الطل